بتعمل ايه يا حسوب؟ اولح سجارة سجارة ايه يا راك؟ بيقومد وبيتحسن القدرة الجنسية قدرة جنسية؟ ده السجاير والالكترونية والشيشة لها مصايب تعالوا علوكم عليها الحلقة دي قصة وراها قصة وقعية فعلا انا فعلا متأثر بها جدا قاعدين في قاعدة عائلية شبابية بلاش عائلية قاعدة شبابية كلها وفيها شباب صغير وشباب كبير فبيقولوا ايه؟ في مخهم ان التدخين ده بيزود القدرة الجنسية التدخين بيزود القدرة على الانتصاب اقول لهم يا جماعة ده غلط خالص منطقي يا دكتور انت بتقول ايه؟ انت مش شفت فيلم شارون ستون في البيزيك انستنج وشفت فلاش دانس والانديبندنس دي لما الدنيا كلها وقفت على مش عارفة تاخد قرار شان ترقذ البشرية لما تشرب السجارة دي قلتون لأ لازم نكسر السجارة الفيلم ده جماعة كل لقطة من اللقطات اللي في الافلام دي مدفوع وراها ملايين الدولارات متاخدة عشان الممثلين والمخرجين واعترفوا واحد فيهم اكبر مخرج في هوليون الـ EDD مخضبة بالدم لان انا اشتركت في الترويج للتبغ وما قالش كده للأسف اللي ما بعد اصيب بالسرطان طيب يعني هل التدخين مضر بالصحة؟ اه مضر بالصحة وكلكوا عارفين بقى السرطانات كلها وامراض القلب وامراض السكر انما النهاردة هنتكلم على ايه؟ هتكلم على الحلقة الواقعية هل التدخين فعلا بيصيب بالجنس؟ اه بيصيب بالجنس بمصائب كتير وبيقال القدرة الجنسية عند الست وعند الراجل يعني طب ازاي بقى؟ طب الراجل هنقول طب والست ازاي؟ اول حاجة يا جماعة سواء الست ولا الراجل التدخين بيصيب امراض الجهاز القلب بيصيب بالقلب والسكر والسرطان والمفاصل وطبعا بيخلي فيك تئابات وبالتالي القدرة الجنسية او الراجلة الجنسية نفسيها بتقل عند الراجل وعند الست طيب نيجي بقى دي لأسباب قد تكون خير مباشرة ولكن خطيرة جدا بفكركم ان التدخين بيموت 7 مليون شخص في السنة 7 مليون شخص شوفوا كوفيد اللي احتلت الدنيا كلها دي موتت كام؟ 2 مليون وشوية التدخين كل سنة 7 مليون كل سنة مش مرة واحدة 2 مليون قولي بقى يا دكتور التدخين خطورته ايه على المرأة؟ تخيالوا التدخين خطورته على المرأة من اول الجمال بتاعها المرأة بتظن انها التدخين بيدي سيكسي أبيرانس او زي ما بقوله سيكس أبيل او 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 وبيديدها جمال وبيديدها رغبة كلام ده غير صحيح زي ما قولتلكوا الاعلام مضلل الاعلام بتاع تلفزيونات مضلل طيب بتفتكر انه الجلد في صورة علمية جميلة جدا بتوضح هي مش جميلة هي وحشة جدا بتوريك الفرق الحقيقي بين المرأة اللي بتظله في جمالها والجلد وبين المرأة بالتدخين وبيقلل التدخين بيسبب الاجهاض التدخين بيسبب زي ما قولنا نقص الرغبة الجنسية عند الست التدخين قد يؤدي الى الحمل اللي هو الحمل نفسه ينزل او الولادة تبقى متعثرة او الولادة يحصل لها زي ما بنقول بريماتيور بيبي البيبي نفسه ينزل لقص وزن او البيبي لقدر الله قد يحصل له عيوب خلقية طب دي في الست يا دكتور طب ايه اللي يحصل للراجل لا ده الراجل اخطر بكتير الراجل اهم حاجة عنده عشان تحصل القدرة الجنسية زي ما حضراتكم عارفة انه الراجل لازم يكون اللي عنده الدورة الدموية والشعيرات والاوردة بالذات تكون يعني كبيرة وضيليتد ومنتفقة طيب التدخين بيخلي فيه التدخين بيخلي اثر سكوليروزيس بيخلي تسلب الشرايين يبقى كتير عند الراجل وبالتالي القدرة الجنسية بتقل الانتصاب بيقل ده نقطة النقطة اللي هام منها الحيوانات المانوية نفسيها بتقل اعدادها وبتقل قدرتها على تلقيح البويضة كمان في نقطة تانية انه التدخين بيأثر على هرمون التستيرود اللي هو هرمون الذكورة وبالتالي زي ما انتو شايفين التدخين بيضر جدا مش بس بالقدرة الجنسية وضعف الانتصاب لا ده بيضر بالقدرة على الخلفة لقدر الله لكلنا اللي هي السبب الرئيسي في الجواز عشان كده كلنا لازم ناخد بالنا بالتدخين في سؤال مهم جدا بيجيلي كتير جدا طيب هل التدخين السجارة بس اللي بتكسرها كلنا حاولوا يا جماعة الشيشة نفسيها اخطر من السجاير الشيشة الوحدة بعض الدراسات في ميو كلينك بتقول جلسة شيشة واحدة حوالي 20 منس او تلت ساعة تقريبا قد تكافئ 200 سجارة في ابو خسع المية بتقول من 60 الى 200 سجارة يعني الشيشة الوحدة الجلسة الوحدة من 60 سجارة الى 200 سجارة اذا الشيشة اخطر كتير على الموضوعات الجنسية السؤال التاني اللي خطير وانتشر زي الموضع دلوقتي هل السجارة الالكترونية دي برضو بتضر نفس منظمة الصحة العالمية والسي دي سي كل المؤسسات الدولية بتقول السجارة الالكترونية قد تكون او على الاقل زي خطورتها زي السجاير اكثر السجارة من النهاردة لازم تتخلص منها وهم حاجة كمان ما تضعش نفسك في مكان فيه مدخن لانه التدخين السلبي لو قعد بدخن جنبك ده نفس الخطورة بتاعت التدخين الايجابي فخليك جريء وكن ايجابي وتخلص من التدخين فورا اذا كنت عايز تحتفظ به الالاقات الجنسية وقدرتك على تجيب ولاده وتفرح به وان شاء الله شؤال تاني او شؤال تالت بيجيلي طب التدخين والترامدول والمخدرات والحشيش ده بقى مصيبة سودة على مش بس القدرة الجنسية ده القدرة الجنسية والقلب والسكر والسرطان وكل حاجة واكيد هنتكلم فيها في حلقة لوحدها طيب اخر نقطة بقى هتقول لي طيب انا بدخن بقى لي عشر سنين او عشرين سنة في حلقة في حل الميو كلينيك بتقول اول ما تتوقف عن التدخين بتكسب بتبدأ فورا مكاسب التوقف عن التدخين فبادر الان وفورا انك تتوقف عن التدخين